ايوب القرى المصرية خارج المتحدة قرار عاجل باقالة شوبير تعال اقول لكم الحكاية خرجت المتحدة الاعلام في بيان رسمة يتأكد فيه انه احمد شوبير تم اقاف برنامجه تماما واكدت كمان ان احمد شوبير خالف قواعد السياسة التحريرية وصناعة المحتوى احمد شوبير رطبط اسمه بازمة احمد رفعت خلال الايام اللي فاته لكن احمد شوبير انزعت جدا وقرر انه ياخد منباره الاعلامي في اونسبورد للدفاع عن نفسه عشان كتف تليجراف مصر قررنا نكلم احمد شوبير ونعرف اصلا الموضوع احمد شوبير اول ما كلمنا في التليفون قال لنا لفظة انا اصلا كنت عايز امشي وبقال جهارين بطلب من الادارة انه واقب برنامجه وقال لنا كمان انه بيتعرض ضغوط كتير جدا خصوصا بعد تعدد الخطوط الحمرة داخل اونسبورد وقال لنا ان الفترة اللي فاتت اهلكته جدا لدرجة انه اصيب مرض السكر وقال لنا كمان ان الشامتين فرحة قوي لكن اصبوره الايام اللي جاية فيها مفاجهة وقال لنا انه هو مش هيموت مجوع لو ما اشتغلتش في مكان تاني وقال لنا كمان انه قرر خلال الساعات اللي جاية انه ينسى كل الازمة دي ويروح السحل الشمالي يقعد يهدي نفسه وينسى كل المشاكل اما مصطفى شوبير اللي قررنا نتصل بيه هاتفيا قال لنا دي امور شخصية ولما روح البيت عبقى كلم بابا اما على المستوى العام فكان فيه ناس كثيرة على سوشال ميديا مبسوطة بقرر الاقالة وفي ناس تانية متضايقة احمد شوبير ارتبط اسمه بمشاكل كتيرة جدا خلال الفترة اللي فات لكن يا ترى هل المشكلة دي تحديدا وقرار الاقالة ده ليه علاقة بموت احمد رفعت قولونا انتم في التعليق